السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دو ساميدي هاد نهار ان شاء الله هدي نترقوا له واحد الموضوع اللي يشغل الادهان ديال بزاف ديال المربين ديال الارانيب انه اسمه هو العمر اللي يقدرو نزوجو فيهم الارانيب هاما تولدوا عنا الصغر الارانيب وبقوا عنا واحد شهر شهرين تلت شهور ولكن احنا ما عارفين شفوقاش غادي نزوجوهم عاود باش يقدرو يعطيونا خلفه واحدة اخرى اولا في واحد الفيديو السابق احضرنا على ما يخصوش يكونو الخوت يعني الاخوة ما يتزوجوش بعضياتهم لان ما كتكونش التزوج ما كيعطيش واحد الخلفهم زيانة اما بالنسبة للعمر اللي غادي تقدرو تزوجو فيه الارانيب وهو بالنسبة للذاكر يقدر تحطوه مع الانتة الى كان عندو اربعة شهر اما بالنسبة للانتة من الاحسن تخليوها تبلغ ست شهور بالنسبة للارانيب الرومية شحن مواحد كيدير واحد طريقة انهو كيمشي بالميزان بالميزان فعلا انه مني كيوصل الست شهور الارانيب الرومية را كيوصل الست شهور فعلا كتكون عندو ثلاثة ثلاثة ونص كتكون في الميزان كيكون يعني بوازن انه كيكون كبير يعني صافيا ذكرها ناضج قادر انها قادر الارنابة انها تولد انتو ما بغيتوا تديروا تقيدوا يعني تاريخ ديالهم في واحد الورقة ولا في واحد السجل منين تشوفوا الارنب ولت عندو اربع شهور يعني را قادر انه يتزوج مع الارنابة ويقدر يولدها اما بالنسبة للارنابة من احسن ما تعطيه واش الارنب وهي عاد صغيرة لا تتوصل لست شهور كتكون قادرة انها تولد بواحد طريقة مزيانة انه لمشيت تعطيتها الارنب وهي صغيرة راكي كتلقا قاعدة تلقاوا مشاكل كبيرة بززاف انها لا 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 الولادة ديالها كتولي اولا ما كتتعطيش بززاف كتولي كتعطيك اما ثلاثة مرة واحد اي ميلا كانت ناتجة كتعطيك الخلفة مزيانة وبالنسبة للذكر صافيها ذكرها اربع شهور راكي يكون قادر انه يتزوج مع الارنابة ويعطيكم الخلفة مزيانة الى عجبكم الفيديو تكيوا على زر جيم وتكيوا على زر الجراز كي يصلكم جديد ان شاء الله ورمضان مبارك سعيد